يعني يا كابتن شريف وحنا نتكلم على ده منتخب مصر معي على التليفون واحد من المديرين الفنيين المميزين جدا قاد منتخب الشباب وجيل محمد صلاح وايضا هو المدير الفني الحالي لفريق نجوم المستهبل الكابتن ضياء السيدة كابتن ضياء أهلا بك يا ربعا زكا يا عمر ياري زكا يا كابتن شريف حضرتك منور عميه ربنا يخلى حضرتك طبعا معايا الكابتن شريف عبد الفضيل بيسلم على حضرتك زكا شريف يعني كابتن أكيد وحلاك موجود معانا كابتن ضياء لازم يعني أخد رأي حضرتك في أسباب منتخب مصر في خسارته أمام منتخب روسيا بتلات أهداف مقابل هدف بصة عمورة هي مشكلتنا أن احنا كنا بنلعب بسيطة بقالنا ثلاثين بنلعب بيه بشكل كتير كتير ودول الوقت كنا الناس اللي كان بغضلها تتكلم على أن الأدوار الرجمية لازم تتطور لازم تتطور كنت تتحاجم من جزء كتير من الناس أنه أنتو النتائج أهم والحكاية فجيد في وقت أنت محتاج أنك تهاجم عشان تجيب أهداف وتحق أفوز وللأسف اللي أنت حتاكتو ده حتاكتو في طولة فأكبر بطولة كورة قدم في العالم وهي كاس العالم فطبعاً لنك تفاجئ أكتين بتاعك بحاجات أنا بشوف أن البلان الهجومي ما كانش موجود بشكل بشكل فيه تدريب بشكل فيه تعاود من المجموعات من ناحية اليمين مع عارض الشغط مع عارض الحربة مع ناحية الشمال طول الوقت إحنا طول الثلاث سنين بنشيد بتريده عشان بيقدم تور الدفاع لكن عمرنا ما شهدنا بشكل فيه أنه جاب خمس سبع ثلاث سنين بشكل ثلاث سنين أنه بس الشغل على فرجي على أنه صلاح بيجيب أهداف أنه دايماً بنتكلم أنه ما فيش رأسات حربة مع أنه في رأسات حربة لكن ما فيش دور شغل حكومي كبلان معمول من التين كله على رأس الحرب عشان نشتغل ونقول أنه لا لا كل دور رأس الحربة أن يكون بيقدم دوره زي سببكات أنه يدافع بس على الصبرين بشكل كبير ولما يدافع على الصبرين ويخبط ويزحلق ويقع يبقى بنقول عليه حاجات فالآية تعكس فجأة أنت مطالب أنك تكسب ومطالب أنك عشان تكسب لازم تتيب أهداف صلاح كمصاب له 24 يوم رجع فجأة حملت كل الدنيا على أن صلاح هو اللي هيبقى المنقص لكن المنقص شغل الجماعي في كاس عالم في كاس عالم المستويات بتبقى حاجة تانية حتى لو احنا قلنا أن روسيا قال لا روسيا مش قال روسيا براجة اللياقة عالية جدا كمية السرعات كبيرة جدا كمية الالتحامات كبيرة جدا بتلعب على أرضها وستجمورها بشكل الكسبانة المبارا الأولانية ففي حاجات كبيرة جدا كانت بعدك بشكل كبير لو احنا أصبحنا لما الناس بمعب بمصر الملعب بمروح بتلات كور فخلال إنبياء كان بقى إنجاز مظهور فهتلاقي الأهداف رغم كده أنا ملقى كبر يعني معظور في جنين يعني كون الأولاني بادلك أحمد فاتحي اللي كون الثاني بادلك علي جبر كون الثالث نص خطبك الأصل هتلاقي دخل نفس القصة في بلجيكا هتلاقي فلاني كاب تجوم بنفس الطريقة هتلاقي أظهر كاب تجوم بنفس الطريقة خلطات إلى حد التير فردية لكن أنا بتكلم في المجمل كشغل يفني كشغل على أداء هجومي اللي أنت كنت محتاجه النهاردة ضروري أنت أصبحت محتاجه بعد ثلاث سنين بعد ثلاث سنين ففجأة أحس أنه أنت فجأت الناس وفجأت اللعيبة وهو أساساً ما كانتش طول الوقت مش متعودين على أنه يعملوا البلان ده كان البلان كله أنه كرة مرتدة صلاح 90% من هدف المنتخب هتلاقي عبدالله الصعيد والصلاح صلاح المرة واحد وبعدين عبدالله الصعيد وكما أنك تنضيها المنتخب مصر كان عنده مشكلة أنه دائماً لما إحنا بنسجل الأمور بتمشي في شكل كويس جداً لكن لما بيخش هدف فيه منتخب مصر بيبقى عندنا صعوبة بلغة في تحقيق هدف التعادل وبالتالي المباراة في النهاية بتخلص بي خسارة المنتخب فالصعوبة في كل المباراة لما تتسجل ويدخل فيك تحقيق بتبعاد ستيكسة بإما تتغلب في نهاية فاتحية إما ستيكسة بكون غبهم بنالتيب بشكل كيف المتشاط المصرية لازم يكون لها بلان هجومي بلان هجومي ده لازم يكون فرعاً متعوض عليه طول وقت المنتخب وهي شكالة بتعدي على مراحل كبيرة ان يخذ بالك خلال ثلاث سنين هتلاقي منتخب لها مثلاً متعشين مباراة ما بين ودي وراسك فمتشاط المنتخب وليلة فكان لازم يكون فيه ده الشغل على ده ومحنا بنقولش نلغي حاجة ونعمل حاجة لغينا فعلاً ناحية اللقومية بشكل جدي بشكل فعال وكان اي حد فني بيتكلم في النقطة دي كان بيتهاجم بحاجة انه احنا وصلنا كذا وصلنا كذا زي ما تكون احنا وصلنا عند الحتة دي فنقف خلاص ده كده كفاي احنا عايزين ناخد خطوات بقدام كمان خطوات بكرة الحلوة خطوات ومحدش يقول القماش ده كلام كده بكل وكلام مش صح العيبة عندك مطموعة العيبة ممتازة مطموعة العيبة معظمها محترفة وديل آية بشكل كبير وديل عنده حاجات بيطلعها احسن من الموجود ده لكن كيل في نفس الوقت محترم بنفس التعليمات المدربة بشكل صارم وبشكل جديد انت واخد بالك فهي كل ده كوكتيل حاجات الناس ما تبقاش متفاجئة حاس انها تفاجئة ان احنا اتغلبنا لكن العملية كان فيه اه الناس فرحانة وفرحانة بالمتخب وعايزة تعدي الدور وعايزة تعمل مباراة لكن انا بشوف انه فيها صعوبة بشكل كبير احمد حجازي كان موجود مع حضرتك في المنتخب واكيد حضرتك من المدربين اللي ضربت جيل شباب يعني صاعد بطلع منه نجوم كتيرة جدا لكن الاخطاء المتكررة انا ليه الشرف ده انا احسن مواسف عمزناها معك كبتن دي يعني كبتن دي الاخطاء المتكررة في دفعات منتخب مصر واحراس اهداف نسخة بالكربون بس احنا عشان مركزين على منتخب هو في النهاية لما يبقى عندك لك انت تخيل معك ستباك عظيم شريح لان انت بدافع انت وستباك اللي جانبك طول ستتسعين ديئة مثلا خمسة وتمانين ديئة هو انت مش معارك انك تغلط لا طبعا اكيد اكيد طبعا اخر خطوة بتاعك مش هتأخر كمية الخبطات والاحتفاجات مش هتتأخر خطوة لا لي ما هتحصل خلطات حصلت مع تونس وحصلت مع هو كده عقاب الدفاع اي حاجة زيادة ليه عقاب اي حاجة زيادة ليه عقاب سواء انك تهاجم بس او انك دفع بس والكورة دفع وهدوم لازم تعمل الحاجات بانك في اوقات كتيرة وفي مواعيد كبيرة وفي مواعيد كتيرة حاجة انك تعمل اتنين انت واخد بالي الغلطات دي موجودة طب يا كابتن ضيئة بقى يعني شايف في احنا كده خلاص استريحنا من كابتن مجد عبدالغاني وما فيش حد غير يجب يجب في كاس العالم لا وانا عايز كمان ان شاء الله يعني عايز الناس انت والناس واصحاب البرامي يخلصوا كل الكلام في المنتخب وانا نضيهم بكرة كمان ومهم جدا ان احنا نكسب مطش السعودية عشان يبقى اول جيل يكسب مطش في كاس العالم انك تتزود عدد الاعداء انك برضو انت بالخواتيم مهمة كمان حتى وانت مواصل انك ترجع من كاس العالم وانت اه 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 كسبان مطش دي حاجة اه 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 كويسة احنا عادي نشتغل على ده بشتغرا انا عارف اشتغل ده اه 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 انا اه انا اعرف اه اه احنا نكسب مطش السعودية انه صلح يجيب له كمان جنين انه حد يجيبه هون كمان إن نكسب ماتش ونبقى راجعين كاسبين يسيبنا ماتش في كاس العالم رحنا طول الوقت في كاس العالم ما كسبناش ماتش فده مهم إن الناس يشتغلوا والإعلام يشتغل على ده بعد النهاردة يخلصوا كل التحليق الماتش وبكرة كمان في ست أيام يشتغلوا على ماتش السؤال دي طيب هل حالك شايف إن تسجين محمد صلاح هدف حتى لو خسارة المباراة التلاتة واحد حاجة إيجابية للمنتخبة كابتن ودفع المستريكتور كوبر واللعيبة اللي ممكن تشارك في الماتش السعودية هي حاجة إيجابية بالنسبة للصلاح لأن صلاح قاعد 24 يوم وأنا متأكد إن الصلاح مش كان من الشتاء بطبعاً يعني كلنا شفنا إنه داس على نفسه في حاجات لمحدش يعرفها وعشان يلعب النهاردة فلازم إلا أنا بعتقد إن حاجة إيجابية طبعاً للصلاح جاب بولفكس العالم أتمنى إنه ماتش إيجابي كماني جيد إن شاء الله يا كتنضية أشكرك شكراً جزيلاً أشكرك عمور ربنا أخليك كابتن ضياء طبعاً كابتن ضياء السيد المدير الفني لفريق نجوم المستقبل واحد من المدربين اللي قادوا جيل منتخب الشباب في كأس العالم في كولومبيا كابتن شكراً